من زمن فيالق الجيوش إلى زمن أسراب الطائرات المسيرة ومن الرعب القادم من انتحاريين ضالين على الأرض إلى الخوف الهوبت من درون انتحاري في السماء كيف غيرت هذه الآلة مفهوم الحرب وهرمية الجيوش والعقيدة القتالية على حد سواء هذا ما أصلت عليه الضوء في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود أهلا بكم أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق.com والإجابة عن سؤال استطلاعنا السؤال هل ستغير الطائرات المسيرة نتائج الحروب القادمة بنعم أم لا حتى الآن 30% قالوا لا و70% قالوا نعم لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب بضيوفي الكرام من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون السيد ريتشارد ويتس أهلا وسهلا بك ومن بيروت رئيس مركز الشرق الأوسط لأدراسات والأبحاث العميد الركن دكتور هشام جابر مرحبا بك من إسطنبول معي أيضا مدير معهد إسطنبول للفكر السيد بكير أتجان أهلا وسهلا بك إذن ضيوفي الكرام أرحب بكم جميعا أبدأ هذا النقاش ولكن بعدما نستعرض هذا التقرير نتابع معنا يعود تاريخ الطائرة المسيرة إلى الحرب العالمية الأولى هنا في بريطانيا أجرت القوات الملكية المسلحة أول اختبار على طائرة من دون طيار في مارس من العام 1917 بعدها بسنة أعلن الجيش الأمريكي نجاح التجربة الأولى على طائرة يتم التحكم بها عن بعد أطلق عليها اسم كاترينغ بوغ في الحرب العالمية الثانية وفي فيتنام استخدم الأمريكيون طائرات من دون طيار في مهام قتالية أو بهدف التجسس قبل أن تشكل الحرب في غسلافيا تحولا في استخدام الطائرات المسيرة وفي مساء السابع من أكتوبر عام 2001 أعلن الجيش الأمريكي استهداف الملع عمر في أفغانستان بواسطة درون ورغم نجاة زعيم طالبان أنذاك فإن العملية غيرت طبيعة الهجمات الجوية ومعها العقيدة القتالية للحروب التفوق الجوي العسكري للولايات المتحدة دفع الصين وروسيا إلى تطوير ترسانتيهما في غضون عام واحد ليتبعهما لعبون آخرون مثل إسرائيل وإيران وتركيا حتى التنظيمات المتطرفة كداعش وجماعة الحوثي والحشد الشعبي في العراق لجأت إلى استخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف عسكرية ومنشآت مدنية على السواء وفي حين شهدت الحرب في العراق وسوريا استخداما مكثفا لهذا النوع من الطائرات فإن مراقبين يرون أن الطائرات المسيرة التركية كانت عاملا أساسيا في قلبي معادلة على الأرض في الحرب الأخيرة ما بين أذربيجان وأرمينيا وما بين حكومة الوفاق والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر اليوم تحتل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأستراليا وفرنسا المراتب الأول في قائمة الدول المصدرة للطائرات المسيرة وارتفع عدد الدول التي تضم إلى ترسانتها هذا النوع من السلاح من ستين دولة عام 2010 إلى أكثر من مئة دولة وبينما تغير الطائرات المسيرة طبيعة الحرب ونتائجها فهي أيضا تغير أسماء الضحايا لقد تحولت هذه الآلة العمياء إلى أداة قتل لا تميز بين عسكري ومدني بعدما استعرضنا هذا التقرير عن واقع الدرونز وعن الدول المصدرة والمستفيدة وكل هذه التفاصيل حول الطائرات المسيرة أبدأ هذا النقاش وأبدأ بضيفي من واشنطن سيد ريتشورد أهلا بك أمثلة كثيرة في الفترة الأخيرة بالتحديد عن حروب حروب الدرونز من أفغانستان إلى إقليم ناجون قرباخ حتى من هجمات الحوثيين على منشآت سعودية أتحدث أيضا ربما عن هجمات فصائل من المعارضة السورية الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق هجمات إسرائيلية عبر الدرونز أيضا هل يمكن استنتاج بأن الدرونز غيرت مفهوم الحرب التقليدية؟ أود أن أبدأ بتعنيتكم وقناتكم ومشاهديكم الكرامة بالعيد فأنا أريد أن أجيب بنعم فإن ذلك قد غير عددا من عوامل قواعد الحرب فإن ذلك يمثل جزءا من العملية الواسعة النتاق لتطوير التكنولوجيات العسكرية مرورا من الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة إلى مختلفة الدول الأخرى كما أشرتم إليها سابقا مثل تركيا وثربجان وأيضا الأطراف غير المؤسسة مثل التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى أهمية التكنولوجيات التجارية وأنا أيضا أقصد التائرات من دون التيار لأغراض تجارية وغير عسكرية لعدد من المجالات ولكن من الممكن تحولها إلى التابع العسكري إذن ففي الأونة الأخيرة فإن هذه الطائرات كانت تحت احتكار الولايات المتحدة عسكريا فإن أمريكا كانت تستخدم ذلك حتى في الحرب في بيتام والعراق بالإضافة إلى الصراعات العسكرية الأخرى ولكن كان مكون إضافي وتجميلي إلى الطائرات الأساسية والآن نحن نرى عددا كبيرا من الدول التي تتوصل إلى هذه التكنولوجيات وتستخيلها بدلا من الطائرات التقليدية وأيضا نحن نرى عددا من التنظيمات الإرهابية التي لا تتوفر لديها أي مقاتلات وقذفات القنابل أيضا تستخيل هذه الطائرات المسيرة وكل ذلك في عملية مبكرة حيث ندرك قدرات هذه الطائرات التي سوف تتتور فإن هذه الطائرات سوف تسبح أقل حجما وسوف تنشط بمجموعات سغيرة أو كبيرة وأيضا ستستخيل مختلفة المعدات الاستخبارية فإنها قد تصبح أقل فعالية بالمقارنة مع الطائرات التقليدية سنتحدث بعد قليل عن خطورة استخدام الجماعات المسلحة والإرهابية لهذه الطائرات المسيرة درونز ولكن في محور لاحق في هذه الحلقة أنتقل الآن لسعادة العميد جابر ضيفي من بيروت سؤالي لحضرتك من خلال خبرتك العسكرية الطويلة في هذا المجال العسكري هل فعلا انتهى عصر الجيوش التقليدية هل غيرت الطائرات المسيرة من ربما هرمية ما يسمى بالتحديد بهرمية وتصنيف الجيوش أم أنه لا يمكن الاستغناء عن الجانب التقليدي من الحرب أولا كل عام وأنتم بخير أعاد الله عليكم على المملكة العربية السعودية وعلى كل دول العرب والمسلمين بالخير والنمل والبركة ثانيا السؤال مهم جدا لا أستطيع أن أقول أن الطائرات المسيرة قد غيرت تغييرا دراماتيكيا في بنيان الجيوش الجيوش هي الجيوش ستبقى الجيوش إلى أمد قريب عقد أو عقدين ربما تحتل فيها سلاح الجو التقليدي سلاح البحرية وسلاح البر الذي يحوي باقي أسلحات المشات وغيرها فإذا الطائرات المسيرة كانت عاملا جديدا تقدم بسرعة واحتل ما كانه الأول في العقدين الأخيرين بصورة خاصة يعني بالقرن 21 أما أنه غير بصورة دراماتيكية لا لم يغير بعد أضاف عنصرا جديدا إلى متى تبقى الجيوش كما قلنا التقليدية تتمسك بأسلحتها التقليدية الثلاثة الجو والبحر والبر هذا يتوقف حتما لن تلغى إنما الطائرات المسيرة تتطور بسرعة ويمكن أن تحل أحكي بسراح الجو أن تحل محل الطائرات النفاثة القاضفة بصورة خاصة وليس الطائرات المقاطرة لماذا؟ لأن هذه الطائرات المسيرة أولا يمكن أقل كلفة وإذا سقطت يعني لا يسقط طيار وتانيا هذه يمكن التوسع بها كما حصل حاليا يعني هي على أنواع عديدة منها تذهب ولا تعود يعني انتحارية ومنها تذهب وتعود ومنها يعني تقوم باستطلاع ومنها تقوم بعمليات عسكرية هذه شرح طويل عريض تانيا تكلفة يا عزيزتي اليوم نتحدث عن طائرة أن نحن نفاثة تكلف عشرات الملايين من الدولارات هذه الدرون يختلف سعرها أو تكاليفها بين 3000 دولار إذا كانت استطلاع 30 ألف دولار وتصل ربما مثل جلوبال هوك الأمريكية إلى 100 مليون دولار فإذا مجال واسع جدا مهمات متعددة تقوم بها هذه الدرون لذلك تتقدم بسرعة لتأخذ مكانا متقدما شكرا على هذا الشرح طبعا سأعود لحضرتك لمزيد من النقاش أذهب الآن لضيفي من إسطنبول أهلا بك سيد بكير تركيا بدورها تستثمر بشكل كبير في هذه التكنولوجيا العسكرية في الطائرات المسيرة بالتحدي نتحدث على سبيل مثال على بارقدار استخدمت بحسب التحليلات بالحرب بين أذربيجان وأرمينيا حتى في ليبيا كيف غيرت هذه الطائرات المسيرة من الجيش التركي من فعالية الجيش التركي من خلال المشاركة في عدد من الحروب في الفترة الأخيرة مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير وأتمنى هذا العيد أن يعم السلام لجميع دول العالم وتكون بداية خير وسلام للجميع طبيعي أولا يجب أن نذهب قليلا بالنسبة لتركيا هذه الصناعات بدأت في السنة الأربعة وثمانين وليست بجليدة يعني الناس نعم في الفترة الأخيرة أصبحت مشهورة لدى تركيا هذا الدرون ولكن عفوا فضل عمس ما حضرتك لذلك لابد الزهاب إلى سنة أربعة وثمانين عندما كانت تركيا تطلب رسميا بتزويد هذه النوع من الدرون من الولايات المتحدة وإسرائيل للجيش التركي ولكن هذه الدول امتنعت تدريجيا بتزويدها بما تطلبها تركيا فلذلك اتجهت تركيا إلى تطوير هذه النوع من الدرون أو الطائرات الشكل ولكن وصلت إلى ناحية طبيعية جيدة جدا وربما تكون من الدول الثلاثة الأوائل في التكنولوجيا الطبيعي لأنه 93% منها محلية وتتطور تدريجيا لن تبقى على نفس الشيء كما أشار ضيوفك الكرام على رأسها السيد العميد قبل قليل عندما قال لأن هذه الدرون لم تكن فقط استطلاعية وإنما في الفترة الأخيرة ووصلت نفسها هي بتكون بنفس الوقت استطلاعية وفي نفس الوقت قازفة لصواريخ أرض أرض أو أرض جوة وما شابه ذلك بالنسبة لتركيا أصبحت وحتى أصبحت مزودة الغواصات والبواخر البحرية أيضا ولكن يجب أن لا ننسى مهما كانت هذه التطورات يبقى يعني معروف جدا الجو هو الذي يتحكم في المحارك يعني أو القوة الجوية خلينا نقول تؤثر على النصر والانتصار وحتى على الضعف بعض الأحيان للجيش ولكن هذا لا يعني لا نحتاج في السنوات القادمة إلى جيوش برية خاصة لأن العملية لابد أن تكون مع جيوش برية بالنسبة لتركيا الطبيعي استفادت من هذه لأنها غير متوقعة كانت من تركيا أن تطوئ يعني بهذه القوة وبهذه الفاعلية لماذا؟ لأن في الفترة الأخيرة فعلا إن كانت بايراقتار أو الأنواع الأخرى زادت من شهر التركيا في استعمالها في عدة أماكن إن كانت في ليبيا إن كانت في أزربيجان وحتى في سوريا في إدلب وحتى تركيا بالفترة الأخيرة باعت لأوكرانيا نسبة عالية إلى جانب بولونيا والدول الأخرى لذلك نجد بأن تركيا هذه التطورات وخاصة عدم يعني الرادارات عدم كشفها بسهولة أدت إلى يعني سنتحدث بمزيد من التفاصيل عن توسع النفوذ التركي عبر استخدام هذه أطلقات أعطتها شهرة شهرة جيدة جدا في الفترة الأخيرة وخاصة من الناحية التكنولوجية ولذلك من هذه الناحية إذا أخذناها فتركيا استفادت كثيرا وأصبحت لها شهرة عالمية بأن هي تطور هذه الدرون شكرا لحدتك ابقوا ضيوفي الكرام معي إذن أتوقف عند هذا الفاصل إذن في عصر الطائرات المسيرة خبراء عسكريون يسألون عن نهاية زمن الدبابة ربما بعد الفاصل التفاصيل منطقة منطقة الشرق ترجمة نهاية ترجمة نهاية ترجمة نهاية لسيدين ما أتوقрист ترجمة نهاية بعدما استعرضنا هذا التقرير أعود لاستئناف هذا النقاش وأسأل للعميد هشام جابر أهلا بكم جميعا من جديد بعدما استعرضنا كل هذه الهجمات عبر الطائرات المسيرة لماذا تحقق الطائرات لدرونز هذه الأهداف بسهولة أكثر عن الطائرات التقليدية التي هي ربما باهظة بالثمن أكثر منها ربما تكون لديها دقة أعلى ما الذي يميز لدرونز في كل هذه الهجمات التي استعرضناها؟ لا ليس لديها بالضرورة دقة على أن الدرونز كما نعرف تطير على ارتفاع منخفض وبذلك لا يكشفها الرادار أولا ولا تنفع للتصدي لها وسائل الدفاع الجوي الكبرى والتقليدية والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ هذه الدرونز يمكن إسقاطها برشاش أو ببندقية إذا كانت على علوم مقفض يطالها المدى هذا أولا نحد الأسباب يعني تتسلل ولا يكشفها الرادار ثانيا نعم يمكن الإصابة بدقة حسب نوع الطائرة إذا كانت الطائرة ترسل صورة بالكاميرا إلى مركز التوجيه يعني يستطيع مركز التوجيه أن يحدد بالدقيقة على الهدف ويوجه الطائرة نحو هذا الهدف وثالثا معظم الأحيان هذه الدرون لا تعود يعني تقوم بالتفجير نفسها على الهدف من شأن لهذه الأسباب وغيرها يعني استطاعت الدرون أن تطال كثير من الأهداف ليس لا يمكن لطائرات تقليدية المتطورة إمكانية لقصفها إنما ذلك يعني أولا الطائرات التقليدية عندما تريد أن تقصف تقصف من علو مرتفع وتقصف بناء على معلومات لديها عن الهدف صحيح توجد لدى الطيار وهناك أيضا هناك خطر التصدي للطائرة القاذفة التقليدية من وسائل دفاع جوي مضالة للطائرات فإذا هذا الجيل الجديد الذي دخل بالدرون استطاع أن يتسلل يعني على علو منخفض ويصيب أدافه بدقة سمحني أسألك سؤال آخر أيضا بعض المحللين والمراقبين للمعركة التي جرت بين أرمينيا وأذربيجان ومراقبة هذه الأسراب من الدرونز بعض التحليلات ترى بأن دور الدبابة انتهى وأن هذه الأسراب من الدرونز إن كانت انتحارية كما ذكرت أو كانت تصيب الهدف ولديها ربما أكثر من هدف تستطيع أن تحل محل العملية العسكرية على الأرض محل الدبابة هل هذا ممكن لا في بعض الأماكن وفي بعض الظروف أنا لا أستطيع أن أقول اليوم أن ألتغى دور الدبابة الدبابة مهماتها تختلف عن مهمات الدرون الدبابة تتبع لسلاح الأرض سلاح البر ومهماتها هي تدمير أولا الدبابات العدو يعني حسب التقدم بمدى الرمي والتطور للدبابة وتسهيل الأمر لباقي قوات الأرض يعني الأنفانتري المشات لإحتلال الهدف صحيح هذه الدرون تستطيع أن تكون قاتلة الدبابات وبسهولة وتوفر الكثير من عمل الدبابات التي تتقدم على الأرض إنما الدرون لا تستطيع احتلال الهدف كما تستطيع الدبابة لأن الدبابة موجودة على الأرض الدرون تدمر الهدف وتنسحب أو تفجر إنما من يحتل القوات الأرضية أنتقل لسيد ريتشارد ويتس ديفي من واشنطن هناك من يقول بأنه ربما هناك ثمة مبالغة بالاعتماد على الدرون وأن الطائرات المسيرة لوحدها لن تستطيع تغيير نتائج أي حرب دخلت بها هذه الطائرات على سبيل المثال من أن نتحدث عن ناقرنو قرباخ بحسب أعداد القتلى الأهداف التي تم استهدافها النتائج متقاربة بين أرمينيا من جهة وأذربيجان من جهة ثانية هل توافق أم أن الطائرات المسيرة تستطيع تغيير المعادلة وتغيير الموقف على الأرض؟ إن هذه الطائرات لم تغير واجه الحرب إلى درجة الآن ففي البداية هذه الطائرات تم استخدامها من قبل القوات الجوية الأمريكية قبل كل شيء وإسرائيل وبعد الدولة الأخرى أما الآن بما أن يتم انتشار هذه التكنولوجيات كما شاهدنا في ناقرنو كرباح الحرب بين أذربيجان وأرمينيا فإن هذه الطائرات قد تضعف المنظومات الدفاعية للقوات الأرمينية ولكن ذلك لا يزال يتطلب وجود القوات الخصة والقوات البرية الأذرية للتقدم على الأرض لمهاجمة القدرات الدفاعية الأرمينية فإنني أعتقد أن هذه الطائرات بما أنها تساعد القوات الجوية فالوليات المتحدة تحاول أن تطور ما يسمى بالربط والترابط بين المقاتلات التقليدية والطائرات المسايرة ولكن قصر القول لا أعتقد أن درونس هذه الطائرات سوف تؤثر بشكل كبير على أسلوب الحرب التقليدية فهناك عدد من الدول وبعض المجاميع الإرهابية التي ليس لديهم أي قوات جوية مثل التنظمات الإرهابية كما قلت فقد تستخدم هذه التنظمات طائرات مسايرة ولكن ليس للانتصار في حرب تقليدية فللانتصار في معركة غير متكاثئة بغية التفاوق على الخصم الذي يتميز بالقوات التقليدية سيد باكير بما نتحدث عن نقرن قرباخ ونتحدث عن هذه المعركة التي شاركت فيها تركيا بدعم أحد الأطراف ولكن بالمجمل إذا عدنا إلى النقطة الأولى التي أثرناها في هذا المحور الأول في هذه الحلقة هل هذه الطائرات المسيرة هي سلاح بيد تركيا لبص نفوذها في المنطقة أو في أماكن معينة بحد ذاتها أم أنه على ذلك أن يترافق مع مسعى سياسي ودعم دولي كيف تنظر إلى ما تسعى تركيا القيام به عبر هذه التكنولوجيا العسكرية يعني أولا هذه التكنولوجيا أثبتت بأنها هي مفيدة جدا ولها تأثير مباشر خاصة من الناحية الدفاع الجوي والدليل على ذلك كما أشرتم قبل قليل ولكن تركيا ما زالت في تطور في هذه الدرون وأستطيع أن أقول الآن مثلا الجديد النوعيات الجديدة هي التي تخطط وتأخذ تسبت الهدف ونفسها هي التي تذهب إلى الهدف إلى الآن كانت غير موجودة يعني الدرون كانت نوعين أولا تثبيت الهدف والثاني الآخر يذهب ويضرب الهدف الآن في تركيا أصبحت عكس ذلك درون موجودة الآن هي التي تسبت وبنفس الوقت تضرب عن طريق صواريخ ليذر وهذه مهمة جدا لأنها أصبحت تستخدم ليست فقط في المجال الجوي سوف تستخدم في الدبابات والمدرات وكما أشرت في البحرية أيضا والآن تركيا تملك هذه التكنولوجيا الحديثة إن كانت في الدفاعات البحرية أو حتى الدفاعات البرية ولكن تركيا الآن تبيع الدول الحرف الأطلسي وبطلب أو موافقة من الولايات المتحدة للأسف الشديد لماذا أقول للأسف الشديد؟ لأن الولايات المتحدة هي التي تضع القوانين وتمنع تركيا من بيع وشراء عديد من التكنولوجيا ولكن تركيا لا تقف عند هذا الحد تركيا والدول الحرف الأطلسي لأن تشتري من تركيا هذه الأسلحة ولكن تركيا على سبيل المثال في ليبيا قامت بدعم حكومة السراج عبر هذه الطائرات المسيرة وهي أحد أوجه الدعم التركي لليبيا وهي غيرت مجريات الحرب على الأرض وبالتالي إلى أي مدى من جديد وباختصار تعتمد تركيا على هذه التكنولوجيا العسكرية في بص نفوذها تغيير ربما الواقع السياسي في الأراضي المحيطة بها أم أنه من جديد المسعى السياسي يترافق مع المسعى العسكري؟ تركيا لا تسعى بالتغيير السياسي كما تقولون تركيا يعني تحاول يعني إذا أخذنا باعتبار ليبيا أعطت ليبيا بناء على اتفاقية وهذه الاتفاقية يعني وقعت أمنية وعسكرية بالعالم كله وكانت تعرف أن هناك اتفاقية بين تركيا وحكومة الشرعية في ليبيا نفس الشيء بين حكومة عزربيجان وأرمينيا هذه 25-30 سنة هذه المناطق محتلة من أرمينيا وتركيا يعني عزربيجان طلبت من تركيا هذه التكنولوجيا وبعتها وهي استعملتها وانتصرت في المعركة بالنسبة لسوريا أيضا واضح هناك الجيش السوري متواجد ضد التواجد التركي التي تدعم الجيش الحر وهناك روسيا إلى جنب الجيش السوري أيضا في سوريا استخدمت تركيا لدرونز ضد الأكراد ومعروفة لذلك تركيا تسعى جاهدة إلى تحقيق عفوا أقول أيضا تركيا استخدمت الطائرات المسيرة في سوريا وفي العراق ضد الأكراد يعني تركيا تستخدم هذا السلاح لدرونز ويحسب لها في المنطقة ليس ضد الأكراد عفوا ليس ضد الأكراد ضد المرتزقة والإرهابيين هي تستعملها ضد المرتزقة والإرهابيين الأكراد يعني الشعب أقوى لنا متواجدين في تركيا حوالي 18 مليون متواجدين في سوريا متواجدين في العراق والضامن الحقيقي لهذه الشعوب هي تركيا ولن تكن تركيا لما كانت انتهت وما يحصل الآن في شمال العراق واضح وما يحصل في شمال سوريا الشعب السوري يهجر ويقتل من طرف حتى الأكراد يقتل من طرف هؤلاء الإرهابيين المرتزقة إذن تركيا لا تقتل الأكراد الأكراد الذين يدعون هؤلاء المرتزقة للإرهابيين يقتلون الأكراد ويهجرونهم وفي سوريا واضح جدا من هجر هؤلاء الأكراد في عفرين في كوباني في دير الزور الرقة هم الذين يهجرون ويقتلون الشعب السوري بجميع مكوناتهم واضح وصلت هذه الفكرة يحسب طبعا لتركيا هذا التطور فيما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية مزيد من النقاش ولكن يجب أن أتوقف عند فاصل أخير في هذه الحلقة إذن خطر لدرونز يتجاوز ساحات القتال إنه سلاح بات متوفر لدى منظمات إرهابية وشركات أمنية خاصة تفاصيل معي بعد قليل ابقوا معنا أنواع كثيرة من الطائرات المسيرة سلكت طريقها إلى منظمات متطرفة وحركات انفصالية وبحسب تقارير صحفية هناك أكثر من 60 جهة غير حكومية تمتلك اليوم طائرات مسيرة نتوقف الآن مع هذا التقرير عن بعض أنواع لدرونز ثم أعود لاستئلاف النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعدما استعرضنا هذا التقرير أعود لاستئناف هذا النقاش وأعود لضيوف الكرام وأنوه بأنه وقت ضيق في هذا المحور الأخير فأتمنى من حضراتكم إجابات سريعة أسألك ضيفي من بيروت العميد ركن هشام جابر الحوثيون شنوا مئات الهجمات عبر لدرونز على المملكة العربية السعودية حتى داخل اليمن هل بدنا الآن بحاجة لاتفاقيات للسيطرة على انفلات الدرونز ولسيطرة على أن لا تمتلك جماعات خارجه عن الشرعية هذا السلاح الهام في هذه المرحلة حتما الجواب نعم لأنه يقتضي في عدد العصر الجديد من الدرون أن توجد قواعد معينة لاستعمال الدرون هذا هو الجواب القصير ثانيا أنا أريد أن أرد على ضيفك الكريم من تركيا هذه الطيرات الدرون مما كان نوعها هي سلاح جو ليست سلاح أرضي ولا سلاح بحري هي ليست سلاح دفاع جوي هي ليست مقاتلة طائرات أخرى هي فقط سلاح جو وهي أتت اليوم سلاح طيران أو سلاح جو لمن لا يملك سلاح جو ولم يكن يحلم به فأتت في هذا القرن الواحدة وعشرين لتمتلكها مجموعات مسلحة بالإضافة إلى الدول المتقدمة عسكريا والسبب بذلك نستطيع بكلمتين نشرحه أولا ثمنها المتلني سهولة تركيبها سهولة إخفائها سهولة إطلاقها وهذا مثل ما قلنا يعني يستعمله الذي لم يكن يحلم أن يكون له سلاح جو سيد ريتشارد ضيفي من واشنطن لم تعود الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تمتلك لدرونز نتحدث عن أكثر من مئة دولة نتحدث بالإضافة إلى ذلك كل هذه المنظمات الإرهابية هذه الجماعات المسلحة ما مدى خطورة تمتلك هذه الجماعات المسلحة لدرونز وماذا عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في الحد من انفلات الطائرات المسيرة خطيرة بنسبة للقوات المسلحة الأمريكية في العراق على سبيل المثال ففي الماضي نحن نعرف أن القوات المسلحة كانت تحدث تهديد العبوات الناصفة على سبيل المثال والهجمات من قبل الميليشيات المسلحة والمضافع اليدوية السنع ولكن خلال الأشهر الأخيرة فإن عددا من القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لهجمات لهذه الطائرات المسيرة فإن القوات الأمريكية تحاول استخدام مختلفة لأنظمات الدفاعية لإعتراض هذه الطائرات وبالرغم من ذلك نحن نرى أن الأحد قد قتلوا ولكن ذلك يتطلب المزيد من الجهود المبذولة في مجال الدفاع عن هذه القواعد وأخذ ذلك بالحسبان هذه العديدات تكتيكية تتابع فإن القوات الأمريكية قد تعاني من هذه الهجمات نعم مضطر أقاطعكم للأسف انتهى وقت هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم جميعا وبالتأكيد سيكون لدينا حلقات لاحقة لمناقش الكثير من الملفات مع ضيوفي الكرام من واشنطن وبيروت وأسطنبول شكرا جزيلا لكم جميعا إذن نهاية هذه الحلقة من على الحدود لهذا الأسبوع أشكركم على طيب المتابعة وأعود وألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة